ان شاء الله انتم ادخلتوا والرسول الاكرم يبارك اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين مرحبا بكم في مطبخي المتواضع مرة اخرى اليوم الفيديو مختلف شوية في الحقيقة ما عنديش خاطر هكا مش نطيب حاجة ولا معنى تناعمل دبارع فقلت نشارككم هكا معايا شوية هكا تفاصيل من يومياتي يومي هكا في المطبخ ولا كيف نروح هكا من العمل شنو معنى كيف نجيب معايا كيفاش نتصرف في الحقيقة اليوم خديت شوية هكا مشتريات معا شوية هكا يعني هدية معا شوية هكا مسروقات كيف بتقول قلت نشارككم معاكم اول ما خديت مشيت هكا في مخي بش مشي ناخذ اللوبيا في العادة ناخذ بتبيعا نتعدل التواب اللي ناخذ اللوبيا هديكا معناتها الصبة فما عنديش وقت وما عنديش خلوق وكل شي تعديت للمغازة قلت نشجع المنتوج التونسي هذية معناتها شكره لي برشا قلت نجرب مرة هذية ومرة جاية نقولكم اشنو راي بتبيع المنتوجات هذية المعروضة لكل قدامكم ما هيش اشهار وبفلوسي ما اخذتها لكن ما انتها منتوجات يعني نستعملها وتعجبني كونشي اللوبيا ما زلت هكا بش نستعملها اليوم ونقول لكم كيفاش بش تجي هكا باهية وذوابه ولا لا الهني عندي هكا شوية بخل ليميت حليت باكو متاع قهوة انا القهوة البنة نحطها في الفريجدير في العادة اه فقلت عليش ليم نحلش هكا زوز باكويت عندي اكل ذوما السيراميك بهين يسر نستعملهم الحاجات الي فيهم اغام الي فيهم نكهة نقصد بالنكهة متى الفوحة كما يعني القهوة والتي وغيرو تقعد فواحة ونفذة انا في الحقيقة الحاجات اليوم اللي فيهم ريحة هكا نفذة كل شي نستحفظ عليهم الفحات هدومة ولا البن وغيرو نستحفظ عليهم لكثرية في الفريجدير خاصة في فصل السيف كدد الدنيا سخونة بما انه توا في الليل معت الكوجينة معتش سخونة معت المطبخ ميبديش هكا سيخن جدا بما انه تغييرات المناخية صحيح في النهار سخونة كل شي لكن التقس هكا تغير فقلت اين خرجهما قدامي على ذهر اليد في الركن هذكا الباسيط الي قدامكم الحاجات الي نستعملهم ديما ديما ومزلت هكا كل مرة هكا نغير حاجة كل مرة نغير حاجة مزلت ما استقريتش على رأي بالنسبة لركن هذا ان شاء الله ان شاء الله في التغيير النهائي نعملكم هكا فيديو للمطبخ ككل معنتها وين وصلت في التنظيم امتى وحتى لين نعمل مطبخ احلامي هذي شي لحمر كنت عملته معاكم في فيديو السابق ليميت معنتها مغرومة بشي لخضر لحمر وكيف هكا ساعات نغير مثلا نحط هكا حاجة خرين في الركن هذكا بتبيعا نتخلص ديما من باكويت راحة نفسية كي نتخلص من باكويت هذوك ومساشيات وكل شي وانا متعدي هكا قلت لكم في المغازة لقيت الباكو هذيه متاع الباشكوتو خذيت الباكو لهذا الباكو الثاني باش نستحفظ عليه في الحقيقة نستعمله للشيز كيك وبرشا حاجة في الحقيقة هو وراه يذكرني بزمن الجميل بالنسبة للصغيرات كي حالي تهولهم وكلي وهم عنا تظهرنا محاجة كي ما قولوا احنا غيان دوغيان ففطنت لي بالحق الزمن الجميل متاعنا مش هو الزمن الجميل متاحا فذيكا عليش يجبنا نسمعوهم جوهم لهنا كنت اقول لكم راهوا معنا نجم ونحطوه في الربو كيما النجم ونعديو عليه القلقال في الجنب الكل وقبل ما نعديو عليه القلقال باش يتقرمش ويتهش ننقبو الاربع جوين باللبراء هذي منتوج زد الكسكسي حابيتم عليكم زده راو نعاود نقول راو ماهوش اشهار هذوم المنتوجات التونسية اللي تعجبني ولي معنتها وكانت عديت الماجازان وملقيتها بالنسبة للبن وغيره بالنسبة للكسكسي ملقيتش الكسكسي الجيد فخذيت الكسكسي المتوسط خاصة بالنسبة للكسكسي بالسامك نستعمل الكسكسي دياري ما نستعملش الكسكسي العولى العولى نخليه للكسكسي بالعلوش وغيره تونجي وحلي حكيت العولى لاني هذي مبرمي معنتها المسروقات بي لاني دي هريسة حميتي ربي يفضلها هريسة الفلفل المعجون كنت خذيت المقدار كيف حتيته في السسم الحكة هذيك بلار المقدار هذيك هو بيدو وتوا بش نكمل نحط عندي زوزح كوكا كيكا انشاء الله بش نشوف فين بيعوا فيهم بش نعاود ناخد زوزخرين يكافيوني بالنسبة للهريسة اللي كيف انهاكا ننصح بهم على الاخر خاصة هكا بش تعملوا هكا مقدار الرمضان تستحفظوا عليه حاجة من الحاجات سيوي مثلا اي حاجة هريسة معجون كده بش تستحفظوا عليه في حكوك الصغار معنتها ننصح بهم يسر يسر انشاء الله يبدأ موجودين منهم مش انشاء الله بتبيع نقول انشاء الله على كل شي لكن هم موجودين منهم في الاحجام المتوسطة والكبيرة بالنسبة للحجام الصغيرة نستحق لهم كيف انهاكيه كده عندي حاجة هكا مش تهيه مش تهيه مش تهيه ونحب نخليها معنتها لنهار اخر خاصة بتبيع دي ما نعاولوا رمضان نفكروا في رمضان ونفكروا في الايامات الشتوية نستحفظ عليهم في الحكوك كيف انهاكيه بش كيف نستعملهم بالمسين وكل شي ما ميقرسوش فيسع ولو انها نوعية رفيعة جدا الحق الروسيت ما نعرف هيش يا مصاب كان جيت الريحة هكا معنتها فيوحة على الاخر مصاب كان جيت تخرج هكا من تليفونه توصل لكم معنتها نودكم من شاهيكم فيوحة فيوحة على الاخر المكونات الحق ما عنديش عليها فكرة كبيرة ان شاء الله ان شاء الله معنتها تهن القدرة وربي معنتها يتول في انفاسها حميتي وكل شي ونوري لكم هكا بالتفصيل الممل ونعرف الوصفة منها وكل شي هنا نحب نسكر لوسيا لي رصتها رص الحق هذيك في الحقيقة ما تم عبيه بالكديه بالكديه نحيت منها ما يقارب الكل في كل ثلاثة حقوك وتشوفوا كيفاش ما يقاربها على ثلاثة حقوك ومزل فيها هذيك بش نستعملوا بتبيع ليمات هذو ما كان نحيتنا القدرة وهذيك بش نستحفظ عليه لناحيته مش نستحفظ عليه لشهر رمضان حكا لشهر رمضان وحكا للأيام معنتها الشتوية كيف توفى على خاطر مش تهية على الاخر وتعجبني خاصة في الشكشوكة وفي العسيدة وفي الحصو وغيره هنا نجيو للركن البسيط امتيش نو قاعدة نحكي له هنا قاعدة نقول لي هذيك الزيتون ما عبيتش الزيتون معاكم شاء الله يعني البخل وبالحق بالحق واحد ما عندوش خلوق حتى بش يقضي قذيته معناتها من نولها لاخرها قلتوا ان شاء الله نوريكم الزيتون اللي ملحته عمنيه ولي ذهولي معاكم كيفيش هو ديما نحط في الحق هذيك تابر وير يقض لبس علي من لول الاخر ذاك اش حبيت نقول لهنه اجبت العلبة متاع البخور سبحان الله البخور وفالي هاكم كما تشوفوا البخور اللي نستعمل فيه هذي هو الحق البخور اللي يعجبني وفالي فجاني هكا زادة هدية من عند لوستي كان ملحج من بيت ربي ان شاء الله ربي يرزقنا معنتها زيارة الكعبة الشاريفة ان شاء الله ربي يرزقنا زادة زيارة الروضة الشاريفة وان شاء الله ربي معنتها يعطيكم ما تتمنيوا وان شاء الله ان شاء الله ربي يرزقنا ولا يحرمنا ولا يحرمنا من شوفة المدينة المنورة ومكة المكرمة لان اعملتك التبخيرة ما يعمل شكل عجعاجة ما هوش كيما البخور سبحان الله نحب البخور اللي ريحته طيبة ما يعمل شكل عجعاجة الكبيرة ما انت يغدرها الدنيا هاكيكة ما انت في سعطوفة الريحة امتعوا ان شاء الله ربي معنتها يكتب هنا الناس الكل بيهي نرجع للركن البسيط هذي اشنوه فيه في دبوزة الخل فيه دبوزة متاع زيت نباتي عادي وثم زيت زيتونة الدبوزة الخل فيها خل التفاح وضفت لها خل لبيث زوز اصلي منذ بينا يكونوا اصلي خلتهم مبعضهم على خاطر توسام بلو قعدوا لي هاكي كل واحدة في دبوزة قلت ان خلتهم مبعضهم ميدورش بالنسبة للدبوزة الثانية فيها زيت معنتها قطانية وزيت عبيد الشمس بالنسبة للدبوزة الثاثة فيه زيت زيتونة بكر نستعملهم للطبخ نحن هنا زيت المسروق الثاني اليوم اللي هو البسيسة كيف كنت وريت لكم مقبل البسيسة هكا خلطت البسيسة تستورية هذي بسيسة قفصية فوحة 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 معنتها المطبخ القفصي اتميز بالفاحم مطبخ القفصية اتميز بالفاحم ومطبخ القفصية فوحة يسر سوى الهريسة سوى البسيسة سوى كل شيء لفحات تكون نفاذة حتيت هكا عملت البسيسة المدردرة كما نعمل البسيسة الشعير امتينها حتيت فيها نكيتا زيت زيتونة حتيت ما يقارب تقريب على اربع مغارف بالنسبة للحليب هذا حتيت عليهم على كل مغارفة بسيسة حتيت مغارفة عسل ومبعد بش نضيف لها الماء المستحسن يكون بيرد حتي فشتين المستحسن يكون بيرد اللي بش تعطي النكهة الطيبة والبنينة ونخلطوها مليح مليح ونشربوها وصحة وبشفاء خاصة 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 بالنسبة للناس اللي بش تبرع بالدم ولا الناس اللي معنتها فهمتوني والناس اللي في فترة نمو والصايمين والصايمات ان شاء الله ان شاء الله هكا معنا تلقيتوا الافادة في فيديو اليوم الحقيقة كما قلت لكم ما عنديش خلوق بش نعمل طبخة قلت نمودكم بالفيديو هذي ان شاء الله تحصل منه الافادة ان شاء الله حتى حاجة بركة هكا افادتكم ان شاء الله نطلب السماح من احميتي على المسروقات اللي سرقناها وكانت سرقة هكا جماعية حلوة حلوة ان شاء الله فيديو اليوم نيل استحسينكم واعجبكم ما تنسوش بتبيع اذا كان عجبكم محتوى القناة تشجعوني باللايك والكمنتير الحلو انت كرمتم هكا واقتنعتم الاقتناع الافضل تعملولي لابوني وبالنسبة للمهتمين ماذا بيا كان يفعلوا الجرس الجرس رو بالنسبة للمهتمين فقط والمهتمين معنتها الدائمين نقولوا احنا المشتركين الدائمين بسلامة دمتم في ذمانة الله بسلامة